هلو كيف كنت؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لشهر يونيور رح حاول احكي فيها على احوال العاطفية وكذلك حتى العامة بس رح ركز اكثر على الوضع العاطفي الى برج الحمل بدي اقول ونويها الى شاغلي لانه هاي القراءة انطبق على البرج الشمسي قمري طالع في امكانية انه تكون قراءة عكسية وخاصة للعلاقات العاطفية رح تحدث كذلك حتى عن العذاب لبرج الحمل رح نشوف شو بخبئ لون شهر جون اوكي بداية برج الحمل عمشوف طاقتك كأنه انت عمشوف عندك راغبة مليحة انه تبتعد عن كل شي عميسبب لك قلم عمشوفك في حديث مع النفس عم تتقلم مع حالك عم تحاول انه تلاقي طريقك بالحياة عمشوفك كأنه تتجه او تبحث عن طريقك بالحياة عمشوفك مو تبتعد عن كل الامور التي عم تجيب لك سواء كانت علاقة سواء كان عمال سواء اي شيء ممكن وارد جدا انه يكون حب او علاقة حب عمشوفك عم تبتعد وعمشوفك عم تعيد حساباتك برج الحمال بالنسبة لطاقة الشريك فانا عمشوفه لهذا الشخص ممكن تتعامل مع برج نارية او مائية او ترابية وارد جدا انه تكون تتعامل مع برج العذراء عمشوفه لهذا الشريك هذا الانسان كتير محبوب بحسه شخص محبوب كتير شخص حاسس انه بحب حاله بيشوف حاله كتير ممكن شايف حاله حتى اوكي عمشوفه مبتعد عنك اوكي عمشوفه يأخد خطوة لورا او مبتعد عنك في فراق في خصامات في ابتعاد اوكي كأنه حسم القرار انه تبتعد عن بعض ممكن تكلمتو انتو يا برج الحمال انتو والشريك على انه تاخدو قرار ترجعوا لورا او تبتعدوا عن بعض اوكي في قرار اخد بشأن العلاقة عمشوفك حتى انه انت بارم ظهرك تجاه هذا الانسان عمشوفك عم تتدهر بطاقة الكوين اوف سولدس كانو مقفر كل الابويه ما عم تفتحها لهذا الانسان اوكي عمشوفك تاخد طاقة الانسان كأنو اخدو قرار انت والحبيب انو ما تحكو مع بعض وكأنو حسمتو قراركن اوكي عمشوفك ذلك حتى هو مصدوم جدا مصدومة انو بتعد عنك انو افترقتو اوكي ممكن في غرور بالعلاقة شوي وكل واحد عندو كبريه كتير عالي لهك انتو ما ملتو خطوة انو ترجعوا لبعض في نوع من الايجول كتير عالي وعمشوف على انو هذا الانسان يفتقدك يا برش الحمال اوكي كتير مصدومة انو بتعد عنك حتى انت لا انكر انو عم تقاوم انو بتكابر يا برش الحمال عشان تنسى هذا الانسان وعم تعمل يعني مجهودة كتير اضافة عشان تحس بسلام داخلي ممكن لهيك انا عمشوفك عم تبتعد وعم تاخد عزلة مع نفسك عم تعديد قراراتك كتير يعني كأنو بتقاوم هذا الاحاسيس اللي عم تجيك ببالك ممكن العزة نفسك وكبرياءك الكتير عالي ما بيخليك انو تضل مع هذا الانسان او ممكن جرحك قالك كلام ما عم كأنو حسيت حالك انت انها نتكرامتك لا هيك انت تاخد قرار انو تبتعد عن هذا الانسان اوكي بالنسبة الا عمشوف بالنسبة للشريك عنده راغبة ملحة سراحة انو انو يرجع يعني هذه العلاقة الى ما كانت اليه عنده هيك راغبة داخلية حتى لو لم يحكيها للك او لم يبضي هذه الاشياء للك اوكي هو عنده راغبة داخلية انو العلاقة تستمر ويكون فيه صلحة بس بالنسبة لعائلك عمشوفك حتى عندك مشاكل بالعائلة عم تخليك تخليك حتى عندك عائق انو تستمر بالعلاقة عندك مشاكل عائلية او هذه العلاقة سببتلك مشاكل عائلية خليتك انو تراجع كتير اشياء ممكن انت تتعامل مع برج الاساد او تتعامل مع برج الثور عمشوف برج السيرطان الحوت عمشوف كدلك برج برج العبراء اوكي ام سراحة في كبرياء كتير عالى وهيك عم يعني هذه الورقى تأتي لتأكيد هذه الأمور كأنه في كبرية عاليف بالنسبة لألك وبالنسبة للشريك كذلك عم شوفك بالوقت الحالي أنت موجوع جدا موجوع جدا هذه العلاقة ومن الشريك كذلك وممكن تحس أنه العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكنها الرجوع يعني صياغة العلاقة من جديد عم تحسوا أن العلاقة وصلت لمرحلة لا يمكن تطور فيها بالنسبة له هو يرغب عنده راغبة شديدة أنه تكون فيه رجع أنه يكون فيه صلحة لأنه عم شوفه عنده باب يعني كأنه فاتح قلبه أو فاتح ييده لا يمسك الكاس كاس الحب بس أنت بالعكس أنت حاسس بخسار داخلي وفيه علام داخلي ما فيك تقاوم هذا العلام سراحة أول علاقة ما تظهر على أنه فيه كبرياء كتير عالي فيه حنين لبعض عند حنو لبعض أنت عم شوفك متألم أكثر من الشريك الآخر كأنه كبرياءك تحطم وبرج الحمل عنده كبرياء كتير عالي هو برج العسد كتير كبرياء عالي كأنه بيحس حاله نخدش داخليا بالنسبة صراحة للخطوة القادمة ما عم شوف خطوة عم شوف أن الأوضاع رح تظل هيك جافة بيني تقن رح تظل في قطيعه رح تظل في في ابتعاد عن بعض وكل واحد رح يذهب لطريق الابتعاد بس في أنا عم شوف في كسرة قلب كتير كبير لأنه عم تظهر في كسرة قلب وفي وجع بالوقت الحالي ما عم تظهر لي حتى مستقبل العلاقة عند التطور لأنه في كبرياءة كتير عالي وكمين عم شوف على أنه الورق ينصحك لاتجاه إلى التأمل إلى البحث عن الذات إذا كانت هذه العلاقة تجرحك أو تعطيك أشياء سلبية ما عم تخليك تتطور حاول أنه تبحث عن أشياء أخرى ترتقي بها روحيا أوكي الصلاة البحث عن النافس الكتب تقرأ كتب علم نفس أنه تطور من حالك هذه الأشياء عم تساعد الإنسان أنه يتطور روحيا بس دا العلاقة عم تعمل لك كأنه أنت عم تهوي بك إلى الظلمات نفس عميقية وأنه عم تفكر بشيء من السلبية لا لاحيك عم يقل لك أنه حاول أنه تكون أو متفاعل بالحياة أنه لازم تكون ما تخلي شيء سلبي يعكر صفو حياتك أو دهنك أو تخليك أنت عم تفكر بسلبية حاول أنه تاخد الأمور بسلاسة حتى لو ما كان هذا الإنسان هو المناسب لإلك حاول تطلع على الأشياء الإيجابية بالحياة حاول تكون إيجابي والعلاقة يعني كتسبت مننا خبرات يعني هذه الخبرات رح تساعدك يعني بالمستقبل بالعلاقاتك بكتير أشيء بالنسبة للوضع العام أو الوضع عم شوف على أنه في شيء جديد رح يكون بجانبك أو الحط رح يكون بجانبك شيء يتعلق ب ممكن إذا عندك رغبة أنه في أطفال أو في إنجاب ممكن يكون في إنجاب عم شوفك بهذا الشهر عم تعطي صدقات للناس عم شوفك تحتم بالجانب الروحي أكثر عم شوف كدلك حتى عندك اهتمامات كتير يعني كأنه عم تعمل توازنات بالحياة عم تتجه نحو العمل وكدلك عم تتجه نحو الجانب الروحي والصدقات والاهتمام بالآخرين بس عم شوف في باب رح يفتح أمامك هذا الباب ممكن يكون يعني كنت بحث عن طفل أو عم شوف على أنه في ممكن في أو في احتمالية أنه تكون حامل للمرأة وهيدي أكيد وإذا كنت رجل يعني ممكن زوجتك تحمل مع عم شوف كدلك على أنه عم شوفك تتجه للعزلة عم شوفك تتجه للعمل بس العمل بعزلة ما عم شوفك عم تخالط الناس عم شوفك محدد كأنه حدد أو قاعد تحديد كتير أهداف بالحياة كأنه عم ترسم أهداف جديدة بالحياة هذه الوقفة مع النافس اللي أنت عم تمر فيها بشهر شون عم تخليك عم ترتب أهدافك عم ترتب أولوياتك عم تاخد الأمور بشكل آخر عم شوفك عم تشتغل عم تهتم بالشغل وتحقيق مرادك يا برش الحمل عم شوف كما يعني ممكن بهذا الوقت عم شوف أبويب تفتح إذا كنت عم تبحث عن عمل وخاصة الناس اللي عم تشتغل اللي بدت عمل يعني مثلا ممرضين أطباء بكل ما يتعلق بالنوترين أو بالمساعدات الناس الآخرين فعم شوف أنه هاته الأبويب ستفتح عم عمك ممكن كذلك على أنه ستفتح كتير أبويب خائر وخاصة إذا كنت بالفترة السابقة في مشاقات وفي عناء كتير كبير فأنا عم شوف الأمور رح تتحلحل إذا كان عندك ركود بالعمال عم شوف الأمور بالعمال عم تتحلحل كذلك عم شوف في راخبة أنه تحقق أهدافك وأحلامك الدفينة عم شوف في مدخول ماد جديد رح يأتي إليك يا برش الحمل اوكي لهيك بقلك يعني ضل إجابة أنه الأوضاع ستتغير الحدس رح يكون بجانبك وفي أبويب يعني عم شوف في أبويب جديدة رح تفتح إذا أنت بتشتغل بموضوع معين فممكن تغير وجهة نظرك أو ممكن أبويب رزق جديد تفتح أمامك بس ممكن أنت لازم تعمل الخطوة اوكي ممكن في صدقة أنت عملتها يا برش الحمل ستقف أمام أهدافك ستقف لمساعدتك في تحقيق أحلامك كأنه الكرمة رح تجازيك على هذا الهدف أو على هذا الخير التي عملته بتحقيق أهدافك اوكي رعاتك الروحية أكتر من العلاقات عم شوف العلاقات راكزة معك بس يعني الحمد لله في طاقة جميلة جدا مما يتعلق بالأوضاع العملية بالنسبة لطاقة العذاب عم شوف في شخص من الماضي رح يرجع يحكي معك رح يحاول أنه يجدد العلاقة أو يبدأ بداية جديدة معك عم شوف أنه بيظهر بطاقة دفول أو أو بالدلوفر كذلك يعني ممكن يكون من برج الرزع أو من برج الثور عم شوفه عم يبلش حكي معك بهذا الوقت وعم يريد يعني ابداء أو يريد صلحة أو بداية جديدة معك بس عم شوف أنه انت يعني متخوف جدا من العلاقة ما عم شوفك عم تغامر كتير عم كأنه انت متخوف ومساك الأبيب عم شوفك كذلك على أنه انت فكرك مشوش أو إذا عندك خلفية أو إذا كان عندك تخوف أو كانت عندك حلوة من الماضي مع هذا الانسان فأنت متخوف أنه تبدأ بداية جديدة معه عم شوفك بتراجع أولوياتك يعني متخوف جدا ممكن إذا حتى في رجعة مع بعض أنه في صلحة ورح تفتح له باب الصلحة فأنا عم شوفك هذا يعني هذه العودة رح تاخد وقت ممكن رح تدروس العلاقة أو رح تدروس هذا الشخص تدرس نيته كتير سراحة عم شوف عم شوف في رغبة أنه هو يكون معك عم شوفه بقدن كاس الحب عم شوفه حتى هو تغير كانه مر من مرحلة حاول يراجع أولوياته كذلك حتى هو لأنه هو مر من مرحلة الديث أو الموت الموت الفعلة مش موت الفعلة بس هو موت مجازة يعني انتهاء شيء وبداية شيء الإنسان هذا مات فيه شيء واكتشف أشيء أخرى كأنه بدأ عنده وعي خاص ممكن هذا الإنسان تكتشف أنه أنت الشخص المناسب اكتشف فيك أشيء ما كان عم يشوفه قبلاً وتعرف عليها واكتشفها وراجع نفسه وعم يشوفه يعني عم يتقدم لك عم يطلب السماح عم يطلب يعني عم يطلب راجعة اوكي هيدا كل شيء صراحة عم يطلع لك يا بروشي الحمال متمنع لك كل الخير والمسرات وما تنسوا تعملولي لايك ترجمة نانسي قنقر شكرا